أول خطوة نحو استعادة سعادة اليمن الآفلة منذ عقود قبل ثمان سنوات من الآن خرج الشباب اليمني لينتزع حرية ويستعيد مجد وطنه وكرامته من نظام انسدت خلال حكمه آفاق السياسة وتم خسخصة الاقتصاد وبدت مؤشراته الى الانهيار نظام تحول بمشكلاته الى فقاسة للمشاريع الصغيرة السلانية والمناطقية والازمات من الارياف والعزر والحواظر خرج الناس بشعار الشعب يريد اسقاط النظام وبناء يمن جديد نقلت السلطة وسقطت ديكتاتور وشرع اليمنيون في بناء اليمن الجديد وثيقة اجماع وطنية ومسودة للدستور تحقيقا لتطلعات الشعب لكن ذلك لم يرق لقوى الشر مشارع داخلية فقدت مصارحها بالاجماع الوطني وقوى نقليمية معادية للثورة مضى اليمنيون نحو اليمن المنشود ومع كل خطوة كانت قوى الشر تتقارب اكثر وتتحد سهامها ليقع اليمن في شرك الثورة المضادة انقلاب على السلطة فجر حربا هوت باليمنيين الى حفر الازمات المختلفة انقلب الحوثيون على السلطة بعد ان ضاق بهم عبء السلمية الذي تستروا به في الساحات وتسللوا به الى صنعاء مستغلين حقد صالح الذي مكنهم من مؤسسات الدولة امام مرأة الاقليم والجوار زحفت جحافلهم من صنعاء الى عدن ولم يحرك الجوار ساكنا فلا هم كان له غير ازاحة مشروع الثورة مهما كان البديل وما كان له اي الجوار ان يتدخل في اليمن الا بعد شعوره ان عنقه بات مستهدفا ومحاصرا من ايران وهو ما حصل بفعل الصواريخ الباليستية التي تساقطت لاحقا على الرياض تدخل التحالف بعد تشكيل نواة المقاومة الشعبية الاولى في مطارح مأرب سبتمبر 2014 التي سبق وان عرفت بمطارح الثورة في 2011 ومن مقاومة مأرب وعدن ومختلف مناطق اليمن تشكل الجيش الوطني جيش وتحالف وميليشيا حرب وازمات والسؤال هنا اين شباب الثورة من كل هذا بعد انفراط عقد السلمية بين خنادق مواجهة الميليشيا وخلف قضبانها وفي ميادين لغاثة وفي المنافي وبعض من ارواحهم تحت التراب افتدوا بها الوطن ومن بقي فوق التراب لا يزال يناظل من اجل التحرير والسيادة ماذا بعد والى اين يمضي اليمن بين حسابات وفوبيا التحالف من الربيع وضعف الشرعية وضغوطات المجتمع الدولي علقت القضية اليمنية وتعطل قرار التحرير والشعب غارق في معاناته جوع وفقر وامراض وانهيار اقتصادي ركام يحاول البعض ربطه بفبراير ووصمها بالفشل ولوم الثوار متناسيا انها تركة عقود حكم صالح اظهرها الانقلاب بعد ان حاولت الثورة تجاوزها نجحت في نقل السلطة واسقاط النظام فيما عرقل الانقلاب الخطوة الاخيرة للانتقال الى اليمن الاتحادي الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة